اهلا بكم حلقة جديدة من يهلا والعنوين هي البداية المملكة تستعرض تقريرها الدولي الرابع لحقوق الانسان في جينيف ازالة 43 مليون محتوى متطرف لتنظيمات ارهابية من تيليجرام ومطالبات بوجود اخصائي نفسي في بيئة العمل وكاتب يوضح الاسباب حياكم الله دشنا رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء اليدارية دكتور خالد بن محمد اليوسف محكمة التنفيذ اليدارية بحضور جمع من الوزراء وعضاء السلك القضائي وذلك في فندق الريتس كارلتون بالرياض تستعرض المملكة امام مجلس حقوق الانسان الاممي تقدمها المستمر وجهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الانسان الزميل صالح بن حسن رصد لنا هذا التقرير نتابع المملكة تستعرض تقريرها الدوري الرابع لحقوق الانسان استعرضت المملكة تقريرها الدوري في الجولة الرابعة لاجتماعات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكدت تقرير عزم المملكة على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الانسان في إطار رؤيتها 20-30 وبين التقرير التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحسين أحوال حقوق الانسان ويأتي اهتمام المملكة بحقوق الانسان من منطلق مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها التي تقدم الانسان في كل مكان على كل اعتبار وتعد المملكة أحد الدول الأربعة عشر التي يراجعها فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة من 22 من يناير وحتى الثاني من فبراير لعام 2024 ضبطت وزارة التجارة مقيما من جنسية آسيوية يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري ويدير مجراً إلكترونياً عبر منصة تيك توك مستخدماً شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص مستخدم تنطلق أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض تحت شعار قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص للمزيد مع الزميل مساعد بالأخضير لا شك أن القطاع العقاري يشكل أهمية قصوى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنمي بصورة عامة ويمكن اليوم ما شاهدناه من اتفاقيات متنوعة هو يأتي امتداد لما قدم هذا القطاع خلال الفترة الماضية القطاع العقاري مؤثر فاعل على مستوى أكثر من 120 صناعة ونشاط اقتصادي أيضا تأثيرها الفاعل في ناتج محلي غير النفطي الذي وصل على مستوى قطاع البناء والتشييد إلى أكثر من 11% وقطاع الأنشطاء العقارية إلى أكثر من 12% هذه الأرقام بكل تأكيد تعكس الدور الفاعل لهذا القطاع ومدى أهميته القصوى أيضا اليوم ما شاهدناه من اتفاقيات يمكن نقل محفظة الضمانات من صندوق تنمية العقارية إلى شركة الضمانات المؤسسة مؤخرا بقيمة تجاوزة 77 مليار ريال والتي بالمناسبة قدمت خدماتها لأكثر 116 ألف أسرة استفادت من حلول الضمانات التي نقدمها في برنامج الإسكان فضلا عن اتفاقية أخرى تجاوزت قيمتها 7 مليارات ريال لتقديم المزيد من الحلول السكنية المتنوعة بالشراكة الفاعلة مع عدد من أطراف العلاقة من القطاع الخاص من شركات تطوير وتنمية العقاري ما في شك بأن هذا المعرض اليوم يجي في ظل وجود حراك عقاري دولي إقليمي محلي كبير اليوم ما يخفى عليكم بأنه وفق تقارير اللي كانت منشورة ولا زالت تنشر حتى الآن المملكة العربية السعودية أكبر موقع بناء في العالم وهذا ما جاء من فراغ جاء من خلال مشاريع تريليونية عملاقة في القطاع العقاري وغيرها هي من مخرجات رؤية 2030 الهيئة السعودية المقيمين تعمل اليوم على تنظيم مهنة التقييم وتأهيل واعتماد المقيمين لممارسة مهنة التقييم إيمانا من الهيئة اليوم بأهمية دور المقيم العقاري في هذا القطاع حرصت الهيئة في التواجد في هذا الحدث العقاري المقيم له دور مهم في اتخاذ عدد من القرارات يتم اليوم الاستعانة بالمقيم في عمليات البيع وعمليات الشراء وعمليات الاستحوات يساهم أيضا المقيم للمستثمرين في اتخاذ قراراتهم في أي قرار استثماري بكل طمأنينة المقيم هو شخص مهني مستقل يقدم رأيه مهني بكل استقلالية ومهنية اليوم نحن سعداء بالمشاركة في الملتقى العقار الثالث فوتنا الفرصة في النسخة الأولى والثانية ولكن الحمد لله رب يوفقنا في النسخة الثالثة شركة ضويات هي شركة بنية تحتية للاتصالات اليوم الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وقعنا أكثر من 450 اتفاقية مع كبار مطورين العقار في المملكة العربية السعودية بإجمال استثمارات أكثر من 830 مليون ريال سعودي بأكثر من 170 مليون متر مربع بإذن الله تعالى تمثل أكثر من 500 ألف واحدة سكنية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئة خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة قطع المسيجات ودخول مناطق بحضورة لغرض البحث عن نبات الكماء الفقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكي لا يمكن تخطي السعودية بعد الآن قالتها واحدة من أعرق الصحف الألمانية تعليقا على إشراقة ووهج السعودية بمنتدى الاقتصاد العالمي دافوس الحضور السعودي اللافت لممثلي المملكة في سويسرا جعل العالم يطمئن أن من بين ظهراني الشرق الأوسط الملتهب بالحروب والنزاعات دولة تعمل لإعادة التوازن له وللعالم الذي لا يختلف شرقه عن غربه فالعالم بحاجة لسعودية قوية كما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمام القادة والزعمة لم تكن المشاركة السعودية لمجرد المشاركة فحسب بل جاءت لتنفخ بروحها الفتية على أعطاب العالم العالم الذي خصص له المنتدى جلسة بعنوان تأمين عالم مضطرب وكان أحد فرسانها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي حمل معه جذوة من الأمل والسلام أشعلها القائد العربي الأكثر تأثيراً عام 2023 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن حبد العزيز إن أمن وسلامة الإسرائيليين مرتبط بأمن وسلامة الفلسطينيين فنحن نتفق على السلام في تلك المنطقة طالما تبقى الفلسطينيين آمنون وسالمون فنحن نضمن سلامة وأمن الإسرائيليين إسرائيليين ثلاثي، أريد أن أتذكركم أنه عندما نحن 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 هناك هناك أكثر من 600 مليون من أفريقيا لا العودة المحصول على frightening تذكركم إن نهاية، opinions بإ facing الإضراء إنًا حين قاتينا نحن نحن لو جення انهني لأنه يجب أن يصنع أيضا لحيس HAS مرذباً هذه هو declareي مرذة قيمها فيها اننا مجيدًا يجب أن يجب تلك المدد من الهنارب ados من الممكن sharesج Melissa أولاً استثمار في الشباب أهم شيء هم شبابنا وكيف نشرك الشباب ولكي يصنعوا الأساس والتأثير الإيجابي من خلال العمل بشكل ديناميكي وأن يشجع الاقتصاد كي يزدهر من خلال الشباب من خلال إنهام الشباب حول العالم أن يلتزموا إلى تقديم أفضل نسخة من أنفسهم دولتنا ترتقي بسبب وفضل شبابها ولكي نحقق وفقاً لرؤية عظيمة حياكم الله من جديد نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال وبالتعاون مع منصة تيليجرام خلال عام 2023 من إزالة أكثر من 43 مليون محتوى متطرف وإغلاق أكثر من 6 ألاف قناة متطرفة في تطبيق تيليجرام أثري ذلك أيضاً ومحتوى هذه القنوات وما تحاول الترويج لا يسعد أن أستضيف معي في السيديو الدكتور فهد الخفيلي باحث في المجالات الفكرية والأمنية أهلا بكتور فهد شكراً لقبول أدعو أحضرك معنا اليوم بيعلى محيك الله يا جماع ورحب بالسادة المشاهدي روتانا خليجية دعني أبدأ يمكن معك اليوم يعني في السابق اختلفت اختلفت الأدوات لكن اتفقت الأهداف في السابق كنا نشوف الكاستات والأشرطة وغيرها اليوم صارت القنوات الرقمية هي الأدوات اليوم المتطرف بالبداية لماذا يلجأ هؤلاء حتى الآن إلى ترويج هذا المحتوى؟ طبعاً كلامك جميل والأدوات اختلفت والأهداف ما زالت هي نفسها الأهداف طبعاً بالنسبة لهم أنا أسميها من خلال البحث في هذا المجال هذا في فعل وفي صدى الفعل هو ما يتم على أرض الواقع من مثلاً عمليات إرهابية أو حديث متطرف الصدى هو النقل الإعلامي في مختلف وسائل التواسطة طبعاً بالنسبة لهم للجماعات هذه الإعلام ربما يفوق أهميته أهمية الفعل على أرض الواقع يعني ربما تعمل فرقة إعلامية بالنسبة لهم أثمن بعشرات المرات من عملية على أرض لأنه يعزز الحاضنة له بالضبط هذه جهة يعني أنا لما كنت أبحث في هذا الموضوع هذا من الأشياء التي كنت تعجب منها مثلاً لما تجي في عالم الأعمال والتجارة تجد التاجر يضخ مبالغ مالية على الإعلام صح مقابل إيصال منتجة إيصال منتجة هذا بالعكس هذا هو منتجه قبل علشان يكسب إعلام شفت المفارقة العجيبة نعم فهو يسوي عملية يعني مثلاً إرهابية وينتظر الصدى الإعلامي لأن الصدى هو اللي بالنسبة له هو اللي الأهم طبعاً الإعلام بالنسبة له هم يسمونه الجهاد الإعلامي طبعاً لا بعد ما يكفن على الجهاد كل عمل هم بعيد عن الجهاد وشق الإعلامي الجهادي بعيد عن الجهاد يعني ما فيه أي نوع من الجهاد طبعاً هم يحاكون مثلاً لما يجي عندهم ثقافة إلى حد ما لما يجي يحاكي يحاكي ماذا يقول لك أنه مثلاً رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تيرتشل مثلاً كان يقول أنه الحقيقة لا بد أن تغلب بأكاذيب ولذلك هو يلجأ إلى بث ضخ كم هائل من الأكاذيب في سبيل الوصول إلى هدف الهدف الرئيس بالنسبة له عمل فرقة إعلامية ومخادعة الشباب بهذه الفرقة أنه أنا موجود ولذلك هو أسهل يمكن استراتيجية ضدهم إهمالهم لما يهم ألون يطفو ضوءهم وتخيب أمالهم حتى عملياتهم الإرهابية نفسها لا يكون لها أي أهمالهم من قبل ما؟ أهمالهم من قبل الإعلام العالمي وذلك الإعلام العالمي لما يريد أن يفخم هذه الجماعات ويريد أن يعطيها صدى يسلط الضوء عليها عليها أيوة فهم يكونون يعني بالنسبة لهم هذه هدية ثمينة جداً لما للإستخبارات العالمية طبعاً الإعلام مسير من قبل موجه ما في إعلام أحسنت هو إعلام موجه في الأخير فلما يعطيهم بس حتى هذولك عندهم أهداف يعني حتى هم يستخدمون اليوم الجماعات كذراء ما في شك صح وشفنا مثلة يعني كثيرة يمكن هالشيء طبعاً بالمناسبة هي العلاقة تخادمية بين الأثنين بس باب التوضيح للمشاهد الكريم أنه لما قلت خادمية لا يعني أنه مثلاً الجماعة المتطرفة تعمل تعمل لأجم لا كل جهة تخدم فيها أهداف مشتركة أهداف مشتركة هو ضرب جهة ثالثة وفي الغالب التصيط على الإسلام والمسلمين والعرب وفي السعودية تحديداً لكن دكتور هل تعتقد اليوم يعني 43 مليون محتوى بس بـ 23 و 6 ألف قناة وهذه ترى منصة واحدة ليه يعني وغيرها منصات يعني كثيرة برقم مهول إنتاج ضخم صحيح وهنا يتبادل حقيقة للذهن سؤال مهم جداً اليوم في حرب عالمية على الإرهاب المملكة طبعاً استبقت الحرب هذه العالمية على الإرهاب بسنوات عديدة يعني لأنها شافت الخطر قبل ما نشوفها الآخرين صحيح يوم جزء من الجماعات هذه تم يعني تجفيف منابع التمويل بالنسبة لها لا الحاضنة الشعبية تقريباً شبهة اختفت أو انتفت نعم صحيح ولو أن هذا ما ينفي وجود خلايا نائبة موجودة عندهم لكن لمن يوجهون هذا الخطاب 43 مليون محتوى لمن يتوجه طبعاً هل الوعي اليوم أصبح يعني قابل للاختراق طبعاً شوف أنا لفترة طويلة فترة طويلة أقصد سنوات تابع الإعلام المتطرف وعندي نفس تساؤلات كذلك تساؤلات كذلك مهمة وجوهرية فمن خلال متابعتي ما أخفيك أنا رصد أكثر من خمسين سبب أو دافع يحث أو يحظ أو يدفع هذه الجماعات لإنتاج مادة أعلامية طبعاً فالخمسين هذه كثيرة طبعاً ما يمكن استراضها طبعاً حتى في دراساتي رأيت أن هذه الخمسين هذه ممكن يعني دمج بعضها حتى وصلت إلى سبع وثلاثين سبب هل أن أخذ أهمها دكتور؟ أهم هذه يعني طبعاً مثلاً أحياناً ينشر ليبين أنه مثلاً تم تعيين القياد الفلاني في المنطقة الفلانية نوع من الترويج الإعلامي وإظهار هذا القائد المتطرف بشكل مميز لجلب مزيد من المتابعين هذه جزئية واحدة من الجزئية أحياناً ينشرون لتأبين قائد صح مات مثلاً أحياناً ينشرون لرد على خصم وخصومهم خصومهم كثر 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 حتى بينهم ينشرون يردون على بعض حيلهم بينهم أحياناً فعلاً يكون حيلهم بينهم لكن خصومهم كثر يردون على كل جهة هذه منظم دواعي أحياناً ينشرون بهدف نشر إحصائيات أو استبانات يريدون أراء المتابعين أراء الجماهية أحياناً ينشرون بغرض استقطاب النساء والشباب وصغر السن أحياناً يكون نشر تحديداً لهذه الغاية يعني دواعي نشرهم كثيراً مثل ما قدتك أنا رسطت أكثر من 37 فتحتاج يمكن ساعات الحديث عنها الوعي اليوم المنصات مفتوحة المعرفة مفتوحة ما في شيء أمكانية بحثك اليوم وتقصيك ووصولك إلى الحقيقة ما في حقيقة مطلقة لكن وصولك إلى الحقيقة اللي أنت تستريح لها اليوم متاح ما في شيء ما نقدر اليوم نقول والله غرر به ما في شيء أول كان كتب وكان ستاة فهمنا الحين ما عاد فيه الوعي اليوم اللي موجود بشكل عام أنا أتكلم منطقة الشرق الأوسط وتحديداً يمكن بعد الأحداث اللي مرت بها المنطقة خلال العشر سنوات الماضية هل الوعي نقدر نقول أنه محصن نوعاً ما ولا لازال هناك فرص للاختراق وأنه في فرص للتحسين أيضاً في جوانب الوعي وأيضاً خلينا نقول التنوير بالنسبة للشباب فيما يتعلق بهذه الأفكار المتطرفة شوف لما تجي المسألة الوعي الوعي من خلال المتابعة واضح أن الوعي ارتفع بشكل لا يمكن وصبه ليه؟ طبعاً التغيرات اللي صارت طبعاً أنا ما أخفيك يعني أنه الدولة والحكومة السعودية تحديداً التفتت لهذا الأمر وعملت عليه بشكل جاد منذ عام ألف واربعمائة وعشرين تقريباً واحد وعشرين اللي هو يوافق ألفين وواحد بعد أحداث سبتمبر وبعد الاعتداءات الإرهابية على المملكة كان هناك حملات جادة والحملات هذه ما أخفيك أنا كنت أراها بعيني يعني كنت معاصر لهذا ما أقول لك كان بعض الجهات الأمنية في بعض الدول الغربية في الأوروبا وفي الولايات المتحدة وفي آسيا يتوني المنكرة بالسعودية يستفيدون من الخبرة كيف استطعت أنه تروض هذه الجماعات من جهة وكيف استطعت أنك تحصن مجتمع طبعاً أنا لما أقول تحصن مجتمع ما زال هناك؟ قلة قليلة تتأثر العوام النفسية كثيرة أنا سبق وبحثت الموضوع هذا ما أريد أني أخرج عن خارج السياق هذا دعم لكنه لما تتكلمت عن وعي الوعي ارتفع بشكل جداً ممتاز حتى لدرجة أن وصل المواطن السعودي أصبح يضرب فيه المثل كأداة إعلامية بمساندة للدولة تعمل بشكل تناغمي درجة أنه بعض الناس ربما يظن أنه هذا الشعب موجه مدفوع ما أقول لك أن الشعب موجه ما ما تجي لا شوف الوعي كيف شوف الرسالة الإعلامية نجحت حقاً شوف في المقام الأول تشكر وزارة الداخلية في المقام الثاني رئاسة من الدولة في المقام الثالث أيضاً وزارة الإعلام وهناك وزارة شو إسلامية أتمنى أني ما أنسى أحد لكن هذه المنظومة هذه أملت بشكل منسق ومتكامل المخرجات لا ننسى أعتدال بعد أعتدال كان لهم دور كبير جداً ما في شك من بداية لا تشك أبدا أعود النقطة مهمة جداً وهي المنصات الحاضنة لأنواع من البحث نحن اليوم نتكلم عن منصة تيليجرام ولا شك أنه اليوم يعني حسب الخبر أنه نجح المركز مركز اعتدال بالتعاون مع منصة تيليجرام بعض المنصات قد تتفاعل بشكل إيجابي مع ما تراه أنت أنه فكر متطرف وتتفق معه فيه وتزيل لكن هناك منصات أخرى دكتور فهد اليوم باتت بيئة خصبة للجماعات المتطرفة كيف يجب أن نتعامل معه؟ شوف هذه من ضمن الأمور فعلاً كانت في وقت من الأوقات تشكل معضلة فعلاً بكل ما تعني الكلمة معضلة يعني كانت مثلاً لما تأتي وتجسمع الجهات الأمنية مثلاً بالجهات الأمنية والمعنية في الدول الغربية التي كانت تستضيف تلك المنصات أو حتى أيام السيرفرات والمنتديات كانوا يحتجون على مسألة حرية التعبير حرية التعبير لها حدود ولها ضوابط معينة هذا ما كان ينقله الجهات الأمنية كانوا يقولون ننقلك ننقل للشيء هذا الجهات و بعدين كأنه ينطفل الأمر و يتضرعوا مرة أخرى بحرية التعبير لما استفحل الأمر و بدأت تلك الجماعات تضرب مصالح مصالح الدول الغربية في مقتل التافت الدول الغربية هل تصدق أني يعني عملت من ضمن الدراسات التي قمت فيها تابعت كيف تفاعل تويتر مثلاً كمنصة من ضمن المنصات و من أهم المنصات بالنسبة له و لا طبعاً بجانب تلقرام و بجانب منصات أخرى لكن أخذك مثال تويتر هل تصدق أني أنا مثلاً عملت حساب و بدأت تابع كل شخص أراه يحمل علامة أو مؤشر متطرف من خلال اسمه و من خلال منشوره و من خلال الصورة التي يستخدم من خلال هل تصدق أنه فتحت أكثر من حساب و كل حساب خلال 24 ساعة يغلق بني هذه الدرجة يعني كان تفاعلهم قوي لدرجة أنه أنه أسكتوا جميع الأصوات في لحظة لما أرادوا أنهم يسكتونها يعني الإمكانية السيطرة ممكنة و متاحة و ولا هي صعبة حتى لأنه الآن مع الأتمتة من السهل لأنهم كانوا يعانون من روبوتات بعد روبوتات بالضبط هم شوفوا أنا أذكر يعني بالنسبة للجهات الغربية بشكل عام بشكل عام لما أكلم عن الجهات الغربية كان عندهم كل شيء ممكن كان ينقصهم شيء واحد كي ينقصهم المفاتيح التي يستطعون من خلالها متابعة يعني أنت إذا كان عندك أداة إذا ما عبأت هذه الأداوات بمفاتيح معينة محتر ومدخلات عشان تعطيك مفرجات أحسنت المدخلات ما يكون مدخلات المدخلات هذه موجودة عندنا فيها جانب ثقافي أحسنت فهو ما يدرب الضبط الشريع يعني على سبيل المثال لما يكتب مثلا الإمام النووي بالنسبة له هذه قضية كبيرة جدا الإمام النووي في ثقافته إنه مفاعل نووي حاجة نووية فأنت لازم توجهه تقوله والله ترى نووي نووي هنا مختلف هذه من ضمن السؤال الأهم دكتور يعني يمكن أن أختم معك فيه هل اختلفت خصائص الخطاب الإعلامي للجماعات المتطرفة اليوم عن سابقتها ولا زالوا يروجون نفس خصائص الخطاب الإعلامي بالنسبة للخصائص الخطاب طبعا من خلال أيضا متابعتي لهذا الموضوع هذا أجد أنه والله تستطيع أن تقوله هناك يمكن قرابة خمسة عشر خاصية لهذا الخطاب هذا أنا أكتفي بذكر بعض هذه الملامح لهذا الخطاب شوف الخطاب يتميز بوفرة المعلومة يعني معلومات في كل المجالات يتطبق عليهم قال الله سبحانه تعالى في سورة الكهف لا يرقم 103 أو 104 الذين يحسبون أنهم هل أنبئكم قل هل أنبئكم يخصير أعماله الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا هم يحسبون أنهم يحسن صنعا هو يحسب أنه يحسن صنعا بينما هو ظل ومضل في نفس الوقت فعنده وفرة معلومات يتكلم لك عن التشفير يتكلمك عن التخفي يتكلم لك عن صنع التواصل عن بعد ولا سلكي يتكلم لك عن حتى كيف تصنع قنبلة في المطبخ حتى من ضمن العنوين كيف تصنع قنبلة في مطبخ ضمك فكل شيء تجده موجود في هذه المادة ولذلك أنا أقول لا تتعجب لما ترى أنه عندك 43 مليون مادة هذه الجزئية الثانية الخطاب هذا لا يركز على جزئية واحدة لا تقول له الله خطاب نصي لا تقول له خطاب مرئي قاعد يحوي لك الخطاب مشكل يعني هو أعرف أنه المترقي قد يكون سمعي قد يكون بصري قد يكون حسي قد يكون في أحد يحب يقرأ في أحد يحب يشوف في أحد فهو قاعد ينوع المترقي هذه الجزئية الثانية أختم فيها أمور كثيرة أنا أعرف الوقت يمكن ضيق علينا تجده دائما دائما يحاول أنه يستميل الأطفال والنساء بالنسبة لهم النساء والأطفال الحلقة الأضعف الحلقة الأضعف نعم والمكسب الأكبر لأنه قليل من يراقب الأطفل قليل من يراقب النساء واضضرر مؤلم بعده ما في شك ايه واضضرر مؤلم أنا أشكرك جزيلي الشكر شكرا جزيلي لك شكرا لكل هذه المعلومات القيمة ومشاركتنا فيها الدكتور فهد بن عبد العزيز غافيلي الباحث في المجالات الفكرية والأمنية تقتنا كبير اليوم أنه هناك من الجهات الحكومية وكذلك من أبناء هذا الوطن منهم درح حصيين ضد هذه الأفكار الضالة والمتطرفة بعد الفاصل لنا حياكم الله من جديد رصد تقرير نحن حديث صادر عن هيئة الإحصاء نسبة السعوديين الذين يعملون لأكثر من أربعين ساعة أسبوعياً يبلغ خمسة وأربعين فاصلة ثمانية بالمئة وهو معدل يفوق عدد ساعات العمل الرسمي نسلط الضو في هذه الفقرة على تأثير ذلك على الأشخاص الذين يعملون ساعات أكثر من المطلوب منهم مع ضيفي وضيفكم في الأستوديو الأستاذ بدل العنزي مستشار الموارد البشرية حياك الله معنا سيد بدل أهلا وسهلا شكرا لقبول دعوتك حضورك معنا الله أعزك أنا سعيد بلقائك ومسي عليك وعلى مشاهديك لأننا نطلع بحلقة إن شاء الله مفيدة للجمع بإذن الله إن شاء الله دعني أسألك بالبداية كيف تشوف هذا التقرير؟ شوف أنا أعتقد أن هذا التقرير يعني 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 فيه أخفى يعني فيه خافي منه أكبر من هذا الشيء الكثير يعني السعوديين اليوم يعني يعني إذا كان فيه تقرير على أقل هذا يمكن محسوس وملموس بعدد أو بتقارير محددة لكنه هناك عمل يقوم فيه المواطنين وغيرها حتى غير المواطنين بالاتصال خارج العمل وأساسا فيه دراسات قريبة حتى نقشناها في هذه الطاولة قبل سنتين صح أنه اتصال المدير على الموظفين 68 موظفين يعني يتلقلون أعمال واتصالات خارج عملهم إذن هذا عمل فالتقرير أعتقد أنه يعني صار فيه تجميل لحقيقة سوق العمل لدينا لكن الحقيقة أنه الشباب يعني يعملون أكثر من 48 ساعة إلى 50 ساعة وهذا يعني معروف ومعلوم في سوق العمل نعم تجميل أجل وش الواقع؟ الواقع أنه لا يوجد هناك تنظيم نعم تنظيم موجود نظام العمل موجود وساعات العمل موجودة ولكنه الواقع يخالف ذلك تماما في مسألة يعني العمل الفعلي إذا جينا نقيس العمل الفعلي هما يعملون 9 ساعات 10 ساعات يوميا وأيضا يتلقون يعني كان أزمة كورونا بانداميك كان فيها يعني مسألة الاتصال وللأسف أنه بعد استمرت بالإضافة العمل 8 ساعات أو 9 ساعات يومية صار فيه اتصار وصار فيه ضغط الشباب والشابات خارج أوقات العمل فيه اتصارات والتقارير وانظر للشباب السعودي يعني حتى في الويكند يعملون وحتى فيه أوقات خارج العمل يعملون وهذا حقيقة العمل هو أصلا مجرد أن يقوم فيه في وقت العمل نفسه ولكن لسوء إدارة بعض الشركات بعض الشركات القطاع الخاص أدى إلى هذه التشوهات في السوق العمل والحرق النفسي والحرق العملي بس الشركات والقطاع الخاص أعتقد أنه يعني شوف السواد الأعظم القطاع الخاص هو من يمارس هذه السوقات قد يكون موجود في الحكومة أو القطاع الحكومي لكنه القطاع الحكومي نوعا ما يعني يعني بالنسبة والتناسب لا يقارم فيه وفيه واقع سوق العمل بما يحدث مع الشباب السعودي نعم فيه وجهة نظر أخرى خلينا نلبس قبة القبة الأخرى ممتاز سيد بدر تقول لك أنه الآن هذا وقت إحنا اليوم قاعدين ننافس النافس بكل شيء والنافس في كل المجالات وفي كل القطاعات ما في وقت ما عندنا وقت لازم نحقق لازم نوصل يا أخي أنتم ليش قاعدين تحبطون الشباب طيب الشاب هذا هو يشتغل هذه الليلة ويأدي ويعطيني أنت ليش إلا تبيه يشتغل ثم ساعات ويمشي طيب هذا هو ينتج يعطيني شغل شوف السؤال الجد الممتاز أولا نحن نعمل ولدينا رؤية ولدينا استراتيجية تحول هذا أمر ما في شك وهذا يعني معلن من الدولة ولا أعتقد أن هذه الأشياء البسيطة ستكون سبب بتأخير الرؤية أو نجاحها وفشالها بالعكس المشاركة الوطني مطلوبة من الجميع ولكن أنا أضمن لك ما في أصلا أعطني عملي يخلص بثمان ساعات أعطني عملي يخلص بخمس ساعات أعطني عملي يخلص بعشر ساعات هذا كلام أعتقد أن مسألة الثمانية ساعات أو العشر ساعات هي يعني هو وهم أتانا من الخمسينات أو من بعد الحرب العالمية الثانية وبعد ذلك لظروف الحرب في ذلك الوقت وبعد ذلك استمرت الدول في تصحيح مسار العمل وكان يعملوا عشر ساعات وبعد ذلك ثمان ساعات واستمرنا على ثمان ساعات إلى يومك هذا نعم أن الدولة لديها استراتيجية وعمل أنت ممكن عندك عشرات الخطط شوف لا يمكن تره ما يمكن إنسان طبيعي لديه جميع الإمكانيات ممكن يعمل ثمان ساعات متواصلة بأداء جيد لكنه على مدار الأسبوع أضمن لك أنه لا يوجد شخص طبيعي يقدر يعمل ثمان ساعات بشكل أسبوعي إلى شهري هذا هيحترق يعني فكريا وضغط وكذلك سلامة النفسية تتأثر سلامة الفكرية تتأثر بنية صحته غداء أسرته كل هذه العوامل أنا أضمن لك ما فيه أنا ابن القطاع الخاص من أكثر من عشرين سنة وكذلك أيضا عملت في قطاعات حكومية لا يمكن أنك تجد شفت اللي يروحون للعمل هذول كلهم كلهم مرهقين أو ثمانين تسعين في مئة مرهقين إلا قلة بسيطة لديها مصالح جيدة في أعمالها ولكن أنا أضمن لك أن كثير من الشباب استهلك بما يتجاوز عمره بكثير والشباب نعم يحتاج الخبرات يحتاج الإمكانيات ولكن تقولها جازم ما في شك أنا أقول لك أنه نحتاج ويعمل ثلاثين سنة مش نحتاج ويعمل عشر سنوات بهذا الضغط وبعد ذلك يعني نعالج فيه لا سمح الله يعني بعد احتراق وظيفي أو احتراق نفسي أو هذه الأمور الأسرة مهم دور البنات السعودية وبالشكل عام الأنثى دورها مهم في البيت ودورها مهم في الأسرة ودومها يعني في تربية أبنائها لابد أن نخفف على شوف أنا أقول لك ما في عمل ثمان ساعات أنا عملت في قطع خاص أكثر من عشرين سنة نعم يحيانا تحتاج عمل مثلا في الجارد أو مثلا في العياد كذا تحتاج أعمال محددة ممكن تقوم في عمل ممتاز ثمان ساعات إلى أسبوع ممكن لكن لا يمكن أنك ترهق شخص ثمان ساعات يوميا لمدة أسبوع كامل وبعد ذلك شهر كامل حسابيا سينتهي هذا الشخص وينتهي في الكيرث داول وبعد ذلك ينتهي أو يحترق وظيفيا المعايير العالمية الآن لا يمكن أنك تجد انتاجية أفضل منه وعطني دراسة وحدة أنه ثمان ساعات أداء العمل أفضل لا يوجد والله قرأت فيه كل ما قرأته ودرست كل ما درسته لم أجد مسألة زيادة ساعات العمل تعطيك انتاجية بل هو عقلية ووجد لذين عقلية مصدقة ثمانية ساعات هذه الخرافة ومبتزة هالشباب فيها وأنه ثمان ساعات تعال داومها والله نص الشباب يعني يمكن يعمل ست ساعات أو أربع ساعات أفضل له من ثمان ساعات أبس لك هل في اختلاف بين الانتاجية في العمل وبين عدد ساعات العمل لكن بعد الفاصل ممتاز حياكم الله من جديد أستاذ بدر قبل الفاصل كنا نتكلم عن ساعات العمل ممتاز هل في فرق بين انتاجية العمل وعدد ساعات العمل شوف أول شيء العمل يعني تقييم العمل وساعاته هذا يكون لها بروسس إدارية واجراءات إدارية وعمليات وإلى آخره لكن لا يمكن تقارن بين كثرة ساعات العمل والانتاجية أنا أعطيك العكس هناك دراسات وهناك دول قامت بمشاريع تجربية وكذلك دراسات على حالات من الشركات أنه قللوا ساعات العمل زادت الانتاجية وزاد الأداء المنظمة ووفروا في صاروا أكثر تركيز نعم صاروا أكثر تركيز ووفروا في موضوع الأوفر تايم ووفروا في موضوع التقنية الزحمات الشواء هذه كلها هذه كلها موجودة لكن ساعات العمل وزيادتها صدقني حتى لو أدى اليوم بثمان ساعات بكرة سيأتيك مرهق لن يؤدي فأنت اليوم ستأخذ من هنا ستعطيه من هنا ما في أي علاقة وأنا أقول لك إياها ما عندي أي دليل واحد أنه كثرة ساعات العمل تعطي انتاجية زيادة بل بالعكس قلل ساعات العمل أو إدارة الأهداف إدارة أعمالك وبعد ذلك ستجد النتائج بإذن الله على طار الأوفر تايم أو خارج العمل ممتاز في اليوم ممارسة موجودة يقول لك أنت مانجر أو مدير وفوق إلى دايركتر الذي في الغالب يوازي مدير عام لا لا أنت مالك أوفر تايم أنت تعمل لأنه أنت مستواك ما هو مستوى موظف عادي فأي وقت تطلبك بأي ساعة تشتغل النظام مش يقول شوف أول شيء أنت مدير مالك أوفر تايم ليش أنا مالك بني آدم ساعتي مش ساعة بني آدم هذا كلام ممقبول طبعا يمكن يكون فيه تعويض في البونس أنا ما أعرف الحالة التي تتكلم عنها أنا ما أعرفها لكن إذا هذا النص صراحة يعني أنه والله أنت مدير ما تأخذ أوفر تايم هذا كلام غير مقبول وأعتقد أنه نظام العمل يلغي هذه الممارسة بموجب أنه حتى لو عنده لائحة مكتوبة يجب أن تعتمد من وزارة الموارد الشريف وكذلك الرجوع المادة ثمانية في أي نص في اللائحة الداخلية أو غيرها يخالف النظام يعتبر ملاغي وينظر لمصلحة الموظف ويعادل النظام نعم يعادل النظام وينظر لمصلحة الموظف وأيضا الأوفر تايم محدد ولم يحدد فيه في نظام العمل وكذلك في اللائحة التنظيمية لم يستثني مدير ولا وزير ولا دايركتر ولا موظف سي ولا إداري كل الموظفين يأخذون حسب النظام العمل هو بالساعة 50% مضاف إلى الأجر الأساسي وكذلك بعض التفاصيل لكن قد يكون بعض الشركات تمارس ممارسة مثلا أنه والله أنه هذه أهدافك التي تحققت لها في البونس وضع أفضل أحضر شي ثاني نعم ممكن أنا لا أعرف الحالة هذه لكن أعتقد أنه هذا لا لا في بعض الجهات نعم تقولها وفي بعض الجهات حسنا حتى الموظف البسيط لا يأخذ حتى على قده ما يأخذ حكم أنه نعم خلنا نعود إلى 40 ساعة وأنت قلت أن هذه ممارسة بدت واستمرت نعم أنا أعتبرنا خرافة نتيجة الحرب العالمية وكان لحاجة عمل أكثر السؤال الصح أن نخلي العمل 40 ساعة بالأسبوع 8 ساعات باليوم هل هذا صح؟ هل في دول تعمل أقل؟ هل في دول تعمل أكثر؟ وش الممارسة الصحة؟ شوف طال عمرك أول شي الزمن اختلف المعايير اختلفت التقنية اختلفت المواصلات اختلفت اليوم تقدر تأدي أعمالك بطرر كثيرة يعني أنا كنت أول ما كان فيه مثلا الانترنت بشكل جيد اليوم الانترنت بشكل جيد أقدر اليوم التقنية الاربي سيستم في كل الشركات موجود ليش أنا مبقي على ثمانية ساعات؟ ثمانية ساعات كانت لحاجة العمل المنيول اللي هو اليدوي وكذلك كان فيه مراسلات اليوم فياته مثلا؟ كان يعني قبل تقريبا في الخمسينات أو في الثلاثينات في نهايتها لما أصدرت أمريكا موضوع تنظيم العمل في موضوع اللي هو الساعات العادلة العمل أو الساعات العادلة السبوعية في دول تعمل أقل؟ الآن في دول تعمل 32 ساعة و34 ساعة والماكسموم 40 ساعة يعني احنا نعمل اليوم اليوم نقوم بالتصال بدقيقة اليوم نعمل بالحد الأقصى أعتقد أنه إذا كنا نرى أنه نبغى نحقق معايير سوق عمل جاذب للشركات الأجنبية والمواطن السعودي وتقليل الفجوة بين سوق العمل والقطاع العام يجب أن نعمل 65 ساعة بما فيها البركات 7 ساعات يوميا وإجازة يومين وكذلك إذا كان المصانع تتأثر أو شيء يعمل لها نظامة 6 ساعات 5 يام أسبوعيا يطاف لها ساعة بحيث أنه أيضا العامل في المصانع وغيرها تتأثر أنه يأخذ وقته وكذلك يأخذ راحته اليوم بجوز كلامك الناس واجد شكرا جزيلا لك لسبب العنزية المستشار الموارد البشرية بعد الفاصل حياكم الله أهلا بكم من جديد هل بات من الضروري وجود مختص النفسي في بيات العمل سؤال دائما ما يتردد وهو محور مقال لضيفنا الذي أورد عدد من الحالات الداعية لضرورة وجوده وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أستاذينا نستضيف معي في الستيديو أستاذ عبد الرحمن المرشد الكاتب الصحفي حياك الله معنا أستاذ عبد الرحمن شكرا لقبرة دعوه لحضورك معنا يا هلو الله أستاذ جمال دعونا نبدأ كما هي العادة عن فكرة المقال ودافع المقال ما هي نعم والله يشوف يعني أنا أولا طبعا أنا جثني طبعا من بعض الأصدقاء ومن بعض المعارف بعض التساؤلات بعضهم قال ليش أنت تطلب طبيب نفسي أنا قلت لا أنا ما قلت طبيب نفسي أنا قلت أخصائي نفسي وأنا أريد أن أفرق كذا في عجالي إذا أسمحت لي السابق جمال طبعا الطبيب النفسي عشان نكون سريعين أو تكون لهم مور واضحة الطبيب النفسي هو طبعا لا بد يكون طبيب ويصرف أدوية هذا الطبيب النفسي لكن للخصائي النفسي لا يكون دارس مثلا علم نفس بالضبط علم نفس يمكن أن أخذ عليها بعض الدورات وأصبح متخصص نفسي في الإرشاد النفسي والإرشاد السلوكي وهذا طبعا تحتاجه الآن كثير من مؤسسات القطاع الخاص حتى تحتاجه للجاة الحكومية ليش وخاصة الآن خاصة الآن مع التطور الكبير واللي أصبح الآن يعني المملكة مع رؤية المملكة 2030 أصبحت يعني يعني تأخذ بمبدأ التحفيز بمبدأ القدرة بمبدأ النشاط في السابق يا سيد جمال وش كانت تعتمد المسألة عليه كانت تعتمد على الأقدمية يعني أنا مثلا مجموعة موظفين خلاص أنا الأقدم وأنا الأعلى مثلا مرتبة لا يمكن لحد يتجاوزني نهائيا ما في شيء اسمه والله عندك نشاط عندك اقتراحات الكلام هذا ما يمشي لكن الآن لا أصبحت المسألة لو تدخل أي جهة حكومية لو تدخل حتى أيضا الشركات الحكومية الآن تجد أنه والله ممكن أنا عندي 20 سنة خبرة عندي 25 سنة خبرة ومرتبتي عالي لكن يأتي ولد شباب أو بنت مثلا نشيطة أو شاب نشيط لكن عنده اقتراحات عنده إبداع عنده تطوير ممكن يرأسني هذا الأمر هذا يستاذ جمال ولد يعني طبعا الحقد ولد الحسد بين الموظفيين وأصبح مثلا بعض الموظفيين القدام يقول أنا ليش والله واحد صغر مني يصير رئيسي ليش واحد مثلا أقل مني مرتبة يصير رئيسي هذا أنا الشيء هذا ما أقبل فيه ما أرضى فيه فأصبحت الأمور فيها نوع من الصدام وأصبح طبعا يعني وما يؤثر طبعا الصدام هذا يؤثر كيد يؤثر على بيئة العمل فأصبح أصبح بالذات الفترة الحالية وجود الأخصاء النفسي أنا أعتبره مطلب مهم جدا في كافة الجهات الحكومية أنا مثلا ممكن أجي مثلا في العمل أبغى أشتغل ألقى فيه والله مجموعة موظفيين قاعدين لي مجموعة موظفيين يمكن لهم علاقة بالمسؤول الكبير مثلا يتفقون معاه أنه والله هذا حاربة هذا سولى بينما أنا ما أقدر الجهات الحكومية بس أول جهات الحكومية القطاع خاص كله كله كل جهات الحكومية وقطاع خاص حتى بالذات في القطاع الخاص يمكن بالذات في القطاع الخاص يعني يكثر لوجود خلنا نتكلم بكل سراعة لوجود الأجانب الأجانب طبعا ما رح يسمحون للمواطن المواطنة المواطنة السعودية أنه يبدع في هذا المجال لأنه في حال أنه أبدع أكيد أنه ستكون النهاية عليه أنه والله يتم استغناء عنه لأنه إذا أبدع المواطنة والمواطنة في النهاية بعضهم أنا أتكلم عن بعض عاف النفوس ولا أتكلم عن الكل أنه في النهاية يخاف على موقعه يخاف على منصبه أنه والله إذا أبدع هذا المواطن أنا يمكن يستغنون عني لابد أن يحاربيني دعونا نرجع لبداية مقالك وأنت قلت في بداية المقال دعونا نتحدث بصراحة ونتساءل وأنا هنا أقتبس هل العمل كما في السابق حيث يغلب على الناس الطيبة والبساطة وعدم استفزاز الزملاء مما يجعل الموظف يعيش مرتاح البال لا يعاني ضغوطا وبالتالي لا تتأثر أيضا أسرته يعني هل جزء هذا أنا يمكن نختلف معك شوي فيه يمكن كان الطبع السائد في السابق أنه الناس بالفعل طبيعة الحياة تغيرت لكن هل ما يعني أنه في السابق ما كان عنده ضغوط لا لا بس أنا زي ما قلت لك في العامل الأساسي أنه في السابق مثلا تلقى الموظفين ما أحد يخاف على موقعه ما أحد يخاف على مركزه يقول والله تكلم عن الأمان الوظيفي لا عن الأمان الوظيفي وحتى عن الموقع يعني في السابق مثلا أنا أعلى منك مرتبة أتكلم قديما أنا مثلا نقول في العمل الحكومي دعنا نمسكها في المراتب أنا مرتبة عاشرة أنت لا يمكن أنت والله مرتبة سابعة بتتجاوزني بأي حال من الأحوال مستحيل حتى لو أنا مبدع لو أنا مفكر لا الآن بالعكس الآن لو تشوف الجهات الحكومية أصبح عندها لمط مختلف أصبح موظف بالعكس الآن لو تروح لأي جهة حكومية تلاقي ممكن أغلب الإدارات التي يمسكها شباب يمكن صغار في السن إذا قارنت بعدد إذا قارنتوا بعدد من الموظفين اللي تحت إدارتهم تلاقيهم شباب صغار في السن بس أنهم مبدعين أنهم مطورين عندهم أفكار عندهم اقتراحات في السابق أول يعني قديما لما تطور أو لو تكتب أي خطة لو تكتب أي اقتراح لا يمكن ينسب لك أو ممكن المديرك المباشر ينسب الاقتراح لنفسه أو ممكن المديرك لو رفعه في النهاية المستفيد أو اللي يحصل على الثناء رئيسك مش أنت لكن حاليا لا أنا كام مثلا نقول مثلا نائب وزير ولقيت والله عندي واحد من الموظفين دائما عنده اقتراحات تطويرية وعنده عنده مثلا ما شاء الله تبارك الله أمور لتطوير العمل عنده إنجاز عنده يبدأ بالعكس أنا ممكن أخذه وحطه وحطه مثلا نائب رئيس على قطاع على موظفين مراتب أعلى منه عادي الآن الوضع طبيعي طيب ما فيه أي مشكلة تخيل هذا إذا صار الآن هل تتوقع أو تعتقد أنه والله الموظفين اللي أقدم منه واللي أكبر واللي أعلى منه مرتبة أنهم راح يرضون بالشيء هذا لا أكيد بيكون فيه منافسة أكيد بيكون فيه صراعات في العمل وهذه المنافسة وهذه الصراعات اللي في العمل بالتأكيد أنها بتأثر على الأفراد ويمكن تقلل من إنتاجياتهم أضف إلى هذا أيضا أنها بتأثر على بيئة العمل فلذلك تلاقي كثير من الناس يحتاج أحد يشرح له أحد مثلا ممكن حتى مش يشرح له بس يعني يشرح له ويعطيه الحلول أضف إلى هذا واحد ممكن يوصل الشكوى هذه للمسؤول ممكن هذا الخصائي النفسي أنا أجي أدخل عليه أقول والله يا أخي أنا وضعي كيت وكيت وكيت وقدم له اللي عندي لكن الآن هذول قاعد يحاربونني هذول قاعد يحاولون يضغطونني كلما أجيت مثلا أقترح يرفضون أي اقتراح هم سوين قروب ضدي مثلا أنت ممكن توصل أنت بحكم وضعك أنت الآن خصائي نفسي أنت تستطيع أنك توصل هذه الإشكالية مثلا إلى الوزير إلى نائب الوزير واضحة فكرة بس أنا هنا أقرأ في في أحد المقاطع يمكن اختلاف عن اللي قاعدت تقولها أنت في وقت تقول أنه اليوم البيئة وأنا اتفق معك فيها اليوم البيئة أصبحت تنافسية بشكل شديد جدا صحيح طعا الحكومة الخاص وهذا شيء جابي لأنه كلما زادت التنافسية كلما صارت المخرجات عندك أفضل لأنك بتكون حريص على اللي يعطيك جودة أفضل صحيح لكنك هنا تقول الوضع الحالي اختلف كثيرا غلب على الموظفين حب الذات وعدم مراعاة مشاعر بقية الزمالة لدرجة عمل الدسائس بغية حصول الشخص على مكاسب ومزايا دون غيره مما أوجد حالة من عدم الراحة التي تجعل البعض تقلل انتاجيتها تأثر نفسيتها وبالتالي في الخاسر الأول هي منظومة العمل التي ربما تفقد موظفا جيدا يعطي بشكل ممتاز أنت قلت هنا غلب على الموظفين حب الذات وعدم مراعاة مشاعر بقية الزمالة لدرجة عمل الدسائس بغية حصول الشخص على مكاسب مزايا وبرجع لنقطتك التي تكلمت فيها عن البيئة الآن الآن سيد عبد الرحمن البيئة يعني أصبحت محوكمة بشكل شديد جدا ما حد يقدر يحصل على مكاسب أو مزايا وما قدم شيء نادرا جدا وإذا حصل فهو يعني من النوادر لا ممكن ممكن أنه مثلا والله بعض الأشخاص يجي والله في بيئة العمل مثلا يعني مثلا يأخذ أفكار زملاءة مو شرط أنه أحيانا أنت تجلس مع زملاءك وقاعدين سولف تقول والله ليتنا نسوي كذا ليتنا نحط كذا سولف عادية وإن أفكار مثلا أفكار طلعت من فلان وفلتان وأنا جالس معهم أجي أنا أسجل الأفكار هذه وزي ما قلت لك هذه متوافقة من الكلام الذي قلته هذا نوع من أنواع حب الذات أجي أخذ الأفكار هذه وأكتبها وتصير على فكرة أخذ الأفكار ورفعها أرفعها باسمي أنا هذه من أشياء هذه من الأمور التي تدل على أنه والله عندي أنا حب الذات أنه والله ما يهمني فكرة فلان اقتراح فلان ما يهمني أنا سمعت تتكلم فيه مثلا في جلسة من الجلسات أجي أخذ الفكرة هذه وأنسبها لنفسي مو شرط أنا من أتكلم أنه والله أنك رفعتها رسمي لا ممكن أن أسمعتها منك أضف إلى هذا أيضا أنه في الوضع الحالي مع انفتاح وصار مثلا أنه والله بعض الأشخاص من حقه أنه والله يقترح ومن حقه ويبدع من حقه أنه مثلا يكون نشيط بعض الناس يبالغ في هذا الأمر بحيث أنه والله خلاص أنا ومن خلف الطوفان خليني أجي والله وأقترح ولا علي من الآخرين حتى لو فيه أشياء تكون مثلا مثلا ممكن يكون لها مثلا مضار توقف بجزء هنا لأنه في جزء هنا تنظيمي يفترض اليوم إذا حسيت والله أني مظلوم بعمل معين أتجه للمسار النظامي وأرفع اليطاء وأقول يا جماعة واحد اثنين ثلاثة لي وعلي هذا خيار والخيار الثاني زي ما قلت أني أقعد يعني أدخل حالة غضب أو حالة اكتئاب أو أو حالة ضغط نفسي أنه أنا ممكن أفقد الوظيفة طيب ليش ما يكون الحل الناجع أنه النظام ينتصر لك هو النظام موجود بس أنه يعني أنت عشان خلي يكون صادق معك أحيانا في بيئة العمل لما مثلا كل يوم أو كل أسبوع وانت راح لرئيسك المباشر شف هذولي مثلا أنا واجه منهم ضغوط شف هذولي الرئيسك المباشر حين ضايق منك يعني للأسف اللي قاعد يصير الآن أنه والله وش حتفهم حتفهم الله أن الشخص هذا يا أخي راح مشاكل كل أسبوع جاينا يشتكي من فلان ويشتك من فلتان وإن كازمة قلت أنه مع حق فهذه أيضا لها مردود سلبي علي أنا أنت تشوف أن الثلين يحتاجون للإلاج طبعا حتى على فكرة حتى اللي حتى الظالم حتى بو الدسائس نعم حتى بو الدسائس يحتاج إلى إلاج لأن هذا واضح أنه عنده هذا واضح أنه عنده مشكلة هذا يبغي يسوي دسائس يبغي يدوس يبغى عفن يبغي يسوي فتن حتى على فكرة ممكن يعمل فتن بين الزملاء يمكن يعمل فتن بين الزملاء علشان يطلعه وهذا اللي قاعد يصير هذا أيضا يحتاج إلى إلاج تقول برضو المتضرر يعيش قلق من جراء تلك السراعات وخوف من فقدان الوظيفة أو المركز ليش الشخص يخاف من فقدان وظيفة ومؤدي اللي عليه طبعا أنت لما والله أنا مثلا عندي وظيفة الآن وبعدين في بعض الأشخاص مثلا أنا أحس أنهم الآن قاعدين يحبطون مثلا من نشاطي يحاولون يوقفون من نشاطي بالتأكيد هذا بأثير علي نفسيا يعني أنا مثلا باطل على لكن ما نيلاقي فرصة هذولي قاعدين يحاربوني وقاعدين تصير مشاكل عندي في العمل لا بد أحد يساندني لا بد أحد يوقف معي ولا بد أحد يعطيني نصيحة شوف منها مسؤولية الجهة أكيد طبعا وليه مسؤولية الشخص كيف ستحلها أنت أنت مثلا لما تأتي في بيئة في بيئة معينة أو بيئة عمل معينة ولقيت فيه صراع ولقيت فيه مشاكل ولقيت فيه أمور كثيرة قاعدة تصير لك أنت لا يمكن لحالك أنك والله توقف في وجهة تيار كله أضيف إلى هذا زي ما قلت لك فيه نقطة مهمة أنه أحيانا الرئيس المباشر حيفهم أنك أنت رائي مشاكل مش حيفهم أنك أنت والله قاعد تتعرض للمشاكل حيقول أنه رائي مشاكل ذا كل شوي يجايني كل شوي يجايني يشتكي أنا من يفاضي هذا ولي مثلا مجموعة وهذا الحالة هذه من الأمور اللي قاعدة تصير فلابد لما يكون فيه شخص مثلا نقدر نقول يمسك العصة من النص أنه والله الشخص هذا أنا بجي بيتكلم معك يعطيني نصائح يعطيني إرشادات يكون الشخص هذا طبعا مال وميول مع أي طرف أضف إلى هذا أنه يوصل الشكوى بكل أمانة مثلا المسؤول ترى والله مثلا عبد الرحمن ترى والله جمال قاعد يتعرض للمشاكل وعنده كيت وكيت وكيت والرجل مبدع أنا شفت الرجل مبدع الرجل وراني واشي اللي عنده هذولي قاعدين مثلا يحجبون عنك شي معين كل هذه الأمور أضف إلى هذا أيضا يا أستاذ جمال أن الأسرة أيضا أسرة الموظف هذه يعني حتتعرض للمشاكل حتتعرض أيضا نعم الكثير حقيقة من الأمور اللي تأثر عليه في بيتها وتأثر عليه حتى مع أصدقاء وتأثر عليه في مناحي حياته خارج الأمل الحقيقة أكثر ما شدني بالمقال وأنا زمان ترى ما قريت هذا المصطرح في مقال ذكرت أن هؤلاء الأشخاص الذين يميلون إلى هذا السلوك الغير سوي بالتأكيد لديهم ضعف في الوازع الديني وش علاقة الوازع الديني يعني شوف أحيانا الواحد لم يكون عنده وازع ديني يعني الوازع الديني ما مكان يعني لا بد أن يكون موجود حتى في عملي موجود في أي مكان بس ممكن تلقى خلاق جيدة عند واحد مصراني ممكن طبعا طبعا بس أنا أتكلم أنه بعض الأشخاص أنه والله تلقى مثلا ما هي المخلاص ما قلت لك أنه والله أنا لازم أحارب الآخرين في سبيل أني أوصل وهذه تصير على فكرة موجودة يعني حتى الآن إحنا وتفتح تويتر لقيت كثير من المشاكل وبالذات طبعا في شركات القطاع الخاص تلاقي كثير مثلا من الناس يشتكي يقوم الله الرئيسي المباشر أو مثلا بعض الزمراء قاعدين يتكتلون ضدي يحاولون يطفشوني يحاولون فأنا متأكد أنه أيضا الوازع الديني يدور في تعديل الكثير من السلوكيات الخاطئة طيب إحنا نتكلم اليوم أو أنت تتكلم وصحح لي ذن غلطان أنت تتكلم عن معالجة سلوكية معرفية يقود هاليوم الأخصاء النفسي داخل أماكن العمل صحيح ليش بيكون أخصاء اجتماعي ليش نفسي شوف النفسي ليش مغيب الأخصاء الاجتماعي أصلا يعني هنا أنت تتكلم عن عن العلاقة إدارة العلاقات المهارات الحياتية في إدارة العلاقات مع زملائك في العمل شوف أنا بالمناسبة على ذلك أنا معي بكل يولش المجتماعي نعم عشان كذا نجي عشان لعني في السعي الإعلام أخذناه هواية شوف علم الاجتماع تقريبا وزي ما تفضل تقريبا ما يقارب ثلثة ونص المواد كلها علم نفس نعم لكن علم الاجتماع في أغلبية يركز على الجانب الاجتماعي في المجتمع لكن علم النفس يتحدث مثلا عن الأمور السلوكية مثلا بين الأفراد يتحدث عن الأشخاص يتحدث كيف تتعامل مع الأشخاص أنت مثلا مضطرب سلوكيا أنت عندك مشاكل أنا كيف ممكن أساعدك كيف ممكن أتوصل مثلا إلى حل يرضي مثلا كافة الأطراف وعالجك مثلا وحاول أوجد لك الحلول وحاول أوجد كافة الأطراف الحلول فيه أنا أعتقد أنه أنه المتخصص في علم النفس أنسب من المتخصص في علم الاجتماع أنت زي ما تفضلت أنت كلامك صحيح العالم في المدارس موجود خصائي اجتماعي في أغلب المدارس الآن فيها خصائي اجتماعي هو اللي قاعد يحل كثير من المشاكل بس طبعا يجب أن نفرق بين مشاكل المدارس مثلا المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثنوية بين مشاكل الموظفين اللي هو أكبر سنا المسألة مختلفة تماما جيد كل محتوىها التقرير يمكن هي وقاع قد تكون يعني قد تحصل يوميا وهذا أمر موجودة متفقين عليه لكن خلينا أخذك الزاوية ثانية أنا جيل ثمانينات وأنت طبعا أكيد جيل قبل قبل أكثر فأهل ما تعتقد أنه إحنا اليوم نشوف من زاوية يعني من زاويتنا إحنا أو نسقط من زوايا أنا إحنا اليوم على بيئات العمل بينما ترى الجيل الجديد اللي إحنا نتكلم عنه وتحديدا الجيل اللي اللي تربى في الألفين ومبعدها جيل استحقاق عالي وقدرته ترى على حصد المكاسب ترى كبيرة جدا يعني ما هم زينا إذا ما جاءت تجيباتل وخلها تروح ما عندهم الشيء هذا عنده حق لازم يأخذه ما تشوف أنه أنت شفت من زاوية يعني ما أبغى أقول قديمة لكن زاوية شوية يعني ما تتوائم مع المرحلة خصوصا الجيل وحن نتكلم عن النسبة الكبر بالشباب لا بالعكس بالعكس الصراعات موجودة والمشاكل في بيئة العمل موجودة ولن تنتهي نهائيا بالعكس أنا زي ما قلت لك يمكنها زادت الآن ولا تعتقد أنه والله أنه مثلا الجيل الحالي أنه والله كلهم على على مثلا فكر واحد أو على قدرة واحدة مثلا هم يتفاوتون بعض الناس مثلا عنده قدرة والله أنه يتحمل مثلا هذه الصراعات بعض الناس ما عنده قدرة بالعكس بعض الناس يمكن مثلا مع مشكلة مشكلتين تلاقي مثلا إذا كان بالذات نتكلم إذا كان يعني مستغني عن الوظيفة ممكن يقدم استقالته ويمشي بعض الناس لا يقول أي نعم بعض الناس يقولك لا والله أنا بقعد أنا بحارب أنا عندي قدرة وبالعكس لازم أكون قوي فالناس يختلفوني وآملنا أن كل سعود اليوم يحارب من أجل الوطنة شكرا جزيلا لك لسعبد الرحمن المرشد الكاتب الصحفي بذلك نصل إلى ختاب يا هلاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر